معانا الدكتور حسين منصور رئيس وحدة إنشاء هيئة سلامة الغذاء يا دكتور حسين أهلا بيك وصباح الفلة على حضرتك صباح الفلة يا دكتور حسين يا دكتور حسين أنا بقول إن إحنا هنفضل والله مكملين وإن شاء الله عايشين عشان كل دولة لازم لها شعب مهما عاني هذا الشعب فالدولة لازم لها شعب مهما عانينا من مشاكل في الأغذية مهما تعبنا أو تألمنا صحيا بس إن شاء الله ربنا يسهل إحنا مستمرين ومتوجدين إلى أي مدى السؤال هنا إلى أي مدى في مشكلة حقيقية في ما نتناوله من أغذية وإلى أي مدى في ضرورة قصوى لإنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء وتفعل أو يفعل ما يخرج عنها بشكل سريع يا دكتور شيب يا فنديم احنا بقنا الوقت أكتر من ثمان سنين في الموال دوت في القصة الطويلة دي والحمد لله أخيرا اقتنعت الحكومة أخيرا لنا على إنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء تكون لها وحيدة مسؤولة عشان تنهي الحاجات اللي احنا بنشوفها كل يوم دي سواء على مستوى المستهلك ومستوى أضراره الصحية أو على مستوى التصدير والحاجات اللي شفناها أكثر من مرة وعملتنا مشاكل الحمد لله المشروع عدى في مجلس الدولة وبعدين ذهب إلى مجلس النواب وحاليا في مجلس النواب في داخل اللجان بتاعته فأنا أتصور أن هو إن شاء الله في خلال يعني عشر طيام بالكتير حيكون المجلس الوافع علي المجلس طيب إيه اللي يضمن لنا يا دكتور حسين إن الهيئة دي ما تكونش زي بقية الهيئات وبقية اللجان يعني تجتمع وتشكل في البداية وتجتمع وتعطي قراراته في الآخر حالنا هو حالنا في حاجات كتير إيه اللي يضمن لنا فاند دي مش هيئة أو لجنة من اللجان اللي بتطلع اللي هي ملاش أي لازمة ولا تضر دولة باللجان دي عبارة عن هيئة متخصصة لها كادر لها موظفينها لها قانون تمام إحنا أكبر مشكلة لما حللنا المشكلة لقينا إن التشريعات الحالية اللي تخص الغذاء تشريعات لا تضمن حماية المستحرك من الآخر كده يعني تشريعات اللي موجودة ما تضمن لناش يعني حماية واجبة عشان صحتنا وعشان الغذاء اللي بنتناولوا لحد دلوقتي تمام فالمفروض هنا إن القانون الجديد اللي هيطلع لقانون الغذاء يضمن الحق ده ويضمن إن الغذاء اللي بيتداول ما يكونش غذاء ملوس النقطة التانية العاملين فيه لازم يكونوا عاملين قادرين على إن هم يفهموا القانون ويعرف ينفذوه يبقى التدريب عامل مهم جدا ليهم وتكون علاقة ثقافتهم وعلاقة تعليمهم مرتبط بنوع العمل اللي بيعملون تمام 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 شكرا جزيلا دكتور حسين شكرا لحضرتك وإن شاء الله يعني قريبا نرى هذه الهيئة ظهرت للنور ونتائج عملها تكون على أرض سوى